الليرة التركية تشهد موجات متتابعة من الهبوط فيما المؤسسات المالية الرسمية في البلاد تواجه اتهامات بالفساد ودعم الإرهاب ليس الرئيس التركي بعيدا عنها لفهم ماذا يحصل في الاقتصاد التركي يجب تشخيص طموح أردوغان في العالم وفق أيمن أردامير مدير الشأن التركي في مركز الدفاع عن الديمقراطيات هل لك أنتشح ما العلاقة بين ترد الأوضاع الاقتصادية في تركيا وطموحات أردوغان؟ تحت حكم أردوغان أصبحت تركيا مهتمة بالدفع بأجندة أيديولوجية معينة وتحديدا أجندة الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا ما زج بتركيا في نزاعات مسلحة من سوريا إلى ليبيا مرورا بنغورنو كارباخ هذا ما قوض الثقة بالاقتصاد التركي بسبب انخلاطها بشكل مستمر في نزاعات مع جيرانها هذا المناخ من عدم الاستقرار والأمن يشكل بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية وحتى الداخلية والأهم أن تركيا في ظل حكم أردوغان وقعت تحت باقتصالة العقوبات الأمريكية في أمور تتعلق بتمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات وملفات غير مشروعة أخرى تركيا حاليا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها نشهد هروب الأموال من الأسهم والسندات التركية كما نشهد انخفاضا تاريخيا في الاستثمارات الخارجية هذه نتيجة قبضة أردوغان القوية على الاقتصاد التركي سواء شخصيا أم عبر صهره الذي كان وزيرا للمالية رأينا سوء إدارة أردوغان تجلى بشكل أساسي عبر مؤسسات الإقراض الرسمية الكبرى وتحديدا مصرف خلق ومصرف زراعات مصرف خلق متورد بأكبر عملية التفاف على العقوبات الأمريكية في التاريخ لمساعدة إيران في تجاوز العقوبات ومؤخرا كشفا عن استخدام أردوغان لمصرف آخر وهو مصرف زراعات للاستيلاء على أكبر شركة اتصالات في تركيا وفق مركز الدفاع عن الديمقراطيات فإن أردوغان يستخدم القطاع المصرفي لترسيخ نفوذه في الداخل ولمحاولة تمديده دوليا بنك زراعات وبنك خلق أصبحا يشكلان مصدرا رئيسيا لتمويل أجندته عبر منح صفقات لموالين له عمليات التطقيق التي أجتها محكمة المحاسبة التركية عام 2019 كشفت أنهما قدم قروضا مثيرة للجدل أصبحت متعثرة منذ ذلك الحين بنك خلق ثاني أكبر مقرد عام في تركيا يواجه لائحة اتهامات متعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال أما بنك زراعات فأرغمت وزارة الخزانة الأمريكية والهيئات التنظيمية والمحاكم الأمريكية أنقرة على الحد من تواجده في الخارج كيف تحولت تركيا من قوة صاعدة إلى اقتصاد متخبط في أزمات نقدية ومالية عندما أحكم أردوغان قبضته على الاقتصاد في تركيا بدأ الاقتصاد يتهاوى ونقول عن السنوات العشر الأخيرة العقد الضائع في تركيا لأن دخل الفرد انخفض من قرابة 12 ألف دولار للفرد إلى أقل من 8 ألاف دولار ما يعكس عملية إفقار الفرد التركي أردوغان عمل على التحكم بالاقتصاد الوطني وفرض سياسته المالية حتى على حساب حلفائه داخل حزبه ما جعل مناخ الاستثمار سلبيا سياسة أردوغان المالية تعتمد على خفض الفائدة ما ساعد في تضخيم الفقاعة العقارية التي أصبحت في صلب نظامه لتمويل مشروعه السياسي ومع الخفاض الهائل في قيمة الليرة منذ 2018 أصبحت خدمة الدين الذي بمعظمه بالعملات الأجنبية صعبة للغاية خلال الخمس سنوات الأخيرة شهدنا استيلاء الدولة على شركات خاصة تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار ما أدى إلى خروج الأموال من تركيا لأن رجال الأعمال شعروا أن استثماراتهم غير محمية بالقانون بتركيا تضاف إلى ذلك سياسات أردوغان الخاطئة التي ضاعفت من حجم الأزمة لأكون صريحا تدخل أردوغان في سياسة البنك المركزي وفرضه سياسة الأسعار المنخفضة للقروض تم في السنوات القليلة الماضية ونرى من خلال المؤشرات أن ذلك استنفذ احتياطات تركيا بالعملة الأجنبية وشهدنا تدهور قيمة العملة التركية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار لذلك نقول أن تدخل أردوغان في الاقتصاد الوطني كان كارثيا تدخل أردوغان فيه أن اردوغان فيها أن تدخل أردوغان في السنوات